السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ النهاردة معي آآ غرزة سهلة جدا وبسيطة. آآ طبعا كلكم بتشوفوها انا بنزلها كتير جدا وبحبها جدا وبنزل منها موديلات كتير قوي. آآ الغرزة دي انا قدمتها باكتر من طريقة. يعني انا عملت في نفس الغرزة دي بس عملتها آآ بطريقة مختلفة وبغرز مختلفة. النهاردة بقى حقدمها لكم برضو بطريقة اسهل من الطريقة اللي كانت قبل كده. وبسيطة جدا وهت يعني هتعرفوا تشتغلوها بسرعة جدا. تمام? لانها بسيطة يا منتكرار ساطرين بس. آآ احب انبه بس الحاجة اللي حاب بيشتغل الغرزة دي. الغرزة دي آآ مش بنشتغلها في البلوزة كده بالعرض. مش بنشتغلها كده. يعني لما تحب تعملي منها بلوزة او آآ او اي حاجة بقى انت حبيها الغرزة بتبقى بالطول كده. تمام? اهي. بتبقى كده بالشكل ده. ما بتبقاش بالعرض. يعني لما تعملي البلوزة بتاعتك بتعمليها بالطول. يعني تعملي سلسلة طويلة وبعد كده تشتغلي. مسلا تقدري تعملي البلسين من تحت وبتكملي بقى الموديل بتاعك بالغرزة دي. آآ طبعا آآ لو انت حابة تعمليها صيفي شتوي ما فيش اي مشكلة كده كده انت هتضطر ان انت تلبسي قويس او آآ او مثلا آآ باضي من تحت او كده فبتقدري ان انت تنفيزيها صيفي او شتوي. يلا نبدأ. في البداية انا هستخدم ابرة رقم اربعة استخدمت خيوط آآ دي خيوط اتنمية في المية. ممكن كمان تستخدمي الخيوط الارفع من كده. ما بيش مشكلة على حسب ما انت عايزة او ايليزا كوتون جلد او بلاس. زي ما انت عايزة. آآ في البداية هتكلم على عدد الغرز اللي انت تستخدميها في الغرزة. هتعملي عدد غرز يقبل الاسم على التلاتة. يعني مسلا آآ ممكن تعملي التلاتة وفي عشرة يبقى تلاتين. اربعة وعشرين. اي رقم يقبل الاسم على تلاتة. ستين تسعين. اي رقم. تمام? بعد ما نعمل العدد دوت او الغرز اللي انت عايزاها. حتى طبعا في البداية هترتفع سلسلة ارتفاع. يعني انا مسلا هنا عملت اربعة وعشرين غرزة. ارتفعت سلسلة ارتفاع. هيبقى انا عندي كده خمسة وعشرين غرزة. البداية عندي السطر عندي سهل جدا. طبعا اهم حاجة ان انت اول سطر بالزيت لازم تشتغلي من خلف الغرز من الظهر من هنا. ليه? عشان ما يبقاش عندك فتحة آآ من الجزء من هنا. فهنعمل ايه? هنشتغل هندخل كده في خلف الغرز من هنا. وممكن هنا تستعيني بقى 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 رفيعة شوية. بحيس ان انت تقدري آآ يعني سنها يكون ارفع شوية. تمام? فالسطر الاولاني ده كله هيبقى عبارة عن غرز بالشكل ده كده. ادي واحدة. اهي. ناخد كده. هي اول غرزة بس اللي بتبقى صعبة. بعد كده خلاص الغرز بعد كده بتبقى سهلة. من خلف الغرز من هنا. زي ما احنا شايفين كده. انا عندي الغرز من الضهر. اهي. بدخل. اعمل. غرزة انزلوك. بالشكل ده. وطبعا هنكمل لحد اخر السطر. طبعا لازم تتأكدي من عدد الغرز اللي انت عاملها وتتأكدي ان انت آآ اشتغلت نفس الغرز اللي انت عايزها مش منقصة غرزة ولا مزودة غرزة. ونكمل. خلصت هنا كل غرز الانزلوك. طبعا هنا لازم في بداية كل سطر لازم نرتفع سلسلة ارتفاعه. ودي مهمة جدا عشان ما يبقاش الشغل معاكي طالع مش مزبوط. هنيجي برضو فيه الغرزة الخلفية من هنا. هعمل ايه? هعمل منزلقة. ادي واحدة. اللي جنبها برضو نفس الكلام هدخل فيها. هبتجي ان انا اعمل غرزة انزلوك تانية. بعد كده هعمل واحدة كمان. انا هنا في البداية عندي تلت غرز انزلوك. بعد كده هنعمل واحد اتنين واحد اتنين تلاتة. الغرزة اللي احنا هنعملها دلوقتي هي نص عمود بس لو انت حابة تعمليها عمود اعمليها ما فيش مشكلة بس هي احلى في النص العمود. هنعمل ايه? هنعد بقى. واحد اتنين تلاتة. وحاكي في الغرزة الرابعة. هيخد لفة على الابرة. وحدخل برضو هنا في الغرزة الخلفية. وحبتجي اعمل آآ حبتجي اعمل غرزة نص عمود. يعني هسحب الخيط من خلال التلات غرز بتوعي. بالشكل ده كده. يبقى انا عملت هنا غرزة نص عمود. الغرزتين اللي بعد نص عمود هيبقوا منزلقة. وبردو في الغرزة الخلفية من هنا. تمام? اهي. عملت اتنين غرزة انزلوق. يبقى انا هنا عملت نص عمود واحدة منزلقة. والتانية جنبها برضو منزلقة. بعد كده هعمل واحد اتنين تلاتة. نفس الكلام. هعمل ايه? واحد اتنين تلاتة. تمام? وفي الغرزة الرابعة. يبقى هنا واحد اتنين تلاتة. في الغرزة الرابعة. هعمل كمان بالشكل ده. هعمل غرزة نص عمود. اهي. بعد كده منزلقة. منزلقة كمان. ونفس الكلام هنكرر. تبدلي بقى تكرري الوحدات. هقولكو برضو هنا عشان آآ هننهي السطر ازاي. خلصت انا هنا كل السطر. تمام? بعد ما تخلصي السطر كله احنا هنا هينتهي عندي السطر. هعمل واحد اتنين. هو المفروض ان احنا كنا هنعمل تلاتة. بس احنا هنا هنعمل غرزتين بس. تمام? هم اصلا اللي بقين معي هنا تلات غرز. هنعمل سلسلتين بس. تمام? يبقى واحد اتنين. نخلي بالنا عشان آآ يبقى عدد الغرز مزبوط معك. لو عملتي تلاتة هنبص نلاقي ان انت هتبقى عندك زيادة في الغرز وهيبقى مكان الغرز عندك ما الصح. فنخلي بالنا ان احنا السطر هنا عينتهي عندي بسلسلتين بس. وهعمل ايه? هاجي على الغرزة الاخيرة اللي من هنا دي. مش هعمل منزلقة. انا هعملها غرزة حشو. تمام? هدخل كده فيها. اهي. وحتجي ان انا اعمل غرزة حشو. الافضل ان انت تدخلي الغرزة كمان من ناحية من تحت. يعني الاتنين دول يبقوا مع بعض كده. يعني متاخديش الغرزة اللي هي من فوق بس. لأ تاخدي الاتنين مع بعض كده. بحيس ان ما يبقاش عندك فتحة من الجزء من الحرف من هنا. يبقى احنا لما نيجي ندخل في الغرزة ما ناخدهاش من فوق من هنا. لأ ناخد الغرزتين من مع بعض كده. من تحت. بالشكل ده كده. تاخديها. وتطلعي تعملي غرزة حشو. يبقى انا السطر عندي هنا. هينتهي بغرزة حشو. تمام? بعد ما عملنا غرزة الحشو. هنرتفع برضو سلسلة ارتفاع. والسطر ده احنا عارفينه. هيبقى عبارة عن كله غرز انزلاق بس. تمام? كله هيبقى عبارة عن غرز انزلاق. لحد دماء السطر كله يخلص معيك. بالشكل ده. ونكمل. بعد ما خلصت غرز الانزلاق هنبتدي بقى سطر جديد. هنرتفع سلسلة ارتفاع. نخلي بالنا بقى هنا من حاجة ان طبعا السطر اللي احنا هنشتغله ده. بعد كده لما نيجي نخلص او نشتغل السطر ده. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل تكرار السطر الاول وبعدين التاني. يعني الغرزة هي من تكرار سطرين بس. وطبعا المشترك بينهم اللي هي غرز الانزلاق. انا عملت هنا سلسلة ارتفاع. اول غرزة عندي هنا مش هعملها آآ مش هعملها آآ غرزة انزلاق ولا اي حاجة. اوما هنعملها ايه? هنعملها غرزة حشو. يعني انا هدخل من هنا. من خلال الغرزتين الموجودين عندي من هنا. تمام? غرزة حشو بالزبط. فهبتدي ان انا ادخل هنا في اول غرزة. اهي. وهعمل غرزة حشو. بالشكل ده. بعد ما خلص غرزة الحشو هنعمل سلسلتين برضو بس. مش هنعمل تلاتة. بعد كده هنشتغل بقى هنا فوق الفراغ اللي هو من عندي من هنا اللي هو كان عبارة عن الثلاث غرز انزلاق دول. تمام? فهبتدي اشتغل بقى زي ما احنا عارفين. هنبتدي نشتغل هنا نص عمود. اهي. بعد كده منزلقة. منزلقة تانية. بعد كده بقى هعمل عادي التلات سلاسل بدوعي. خلاص وهنشتغل بقى في الفراغ اللي هو هنا. هنسيب واحد اتنين تلاتة وندخل في الغرزة الرابعة او فوق التلات سلاسل اللي هم موجودين عندنا. هنعمل برضو نص عمود. منزلقة. منزلقة. تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وبرضو هنشتغل نص عمود منزلقة منزلقة. تمام? حين دي السطر معينا. طبعا هنا السطرة عندي حياخد لفة على الابرة. السطرة عندي حينتهي عندي بغرزة اللي هي نص العمود. وبعد كده اللي هي غرزة الانزلاق. وغرزة الانزلاق الاخرانية اللي هي في اخر غرزة عندنا. تمام? اهي. طبعا الغرزة الاخرانية لازم تغضي بالك ان انت ملتزمة بعدد الغرز صح. بعد كده هنا السطر ده بقى سهل جدا. هنرتفع سلسلة الارتفاع. وبعد كده السطر ده كله عبارة عن غرز انزلوك. لحد ما يخلص السطر كله. يبقى احنا هنا نهينا السطر عندي بنص عمود وغرزتين انزلوك. وبعد كده بقى بنقلب الشغل وبنعمل السطر ده كله غرز انزلوك. نكمل. نخلي بالنا بعد كده اللي احنا عملناه كله اللي احنا نشتغله بعد كده ما هو الا تكرار. يعني احنا بعد كده مسلا هنا بعد ما نرتفع سلسلة ارتفاع هنبتجي نكرر السطر الاول اللي هو كان عبارة عن تلات غرز انزلوك. اهي. بالشكل ده. واحد اتنين تلاتة. هندخل هنا في الفراغ دوت. هنعمل الغرزة اللي هي نص عمود. تمام? منزلقة. منزلقة. زي ما كعملنا السطر الاولاني بالزبط. واحد اتنين تلاتة هندخل اهي هندخل هنا هنعمل نص عمود. منزلقة. منزلقة. واحد اتنين تلاتة. هنعمل نفس الكلام. منزلقة. قصدي نص عمود منزلقة. وحينتهي عندي السطر بسلسلتين بس. وهنعمل ايه? وهنعمل في النهاية هنا غرزة الحشو. بعد كده هنرتفع سلسلة ارتفاع والسطر ده كله هيبقى برضو غرز يعني كل اللي احنا هنعمله بعد كده ما هو الا تكرار. برضو السطر اللي بعد كده هنكرر السطر التاني اللي احنا عملناه ان احنا بدأنا السطر هنا بغرزة حشو. وبعد كده عملنا سلسلتين وبعد كده اشتغلنا باقي السطر عادي. طبعا لما تيجي الغرزة دي بتشتغليها يعني مسلا لو حب ان انت تعمليها آآ بلوزة او كده. الغرزة ما بتبقاش بالعرض. بتبقى بالطول بالشكل ده. يعني انت لما تعملي بلوزة بتعملي آآ بتعملي الطول بتاع البلوزة وبعد كده تشتغلي الغرزة بالطول. مش بنشتغلها بالعرض كده. لأ. بتبقى كده. بتبقى شكل الغرزة كده. هشتغل شوية برضو. وده الشكل النهائي للغرزة بتاعتنا. طبعا تقدري تنفذي منها آآ بلوزة زي ما انت حابة آآ كبان انا ان شاء الله هنزل منها آآ هنزل منها كمان سكارف آآ مسلس. ان شاء الله يعجبكم جدا. آآ دي كانت آآ الغرزة بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.